فضيلة الشيخ عطية صقر هل هناك فضل للاية النصف من شعبان تمتاز به عن الليالي الأخرى ورد في فضلها أحاديث صحح بعض العلماء بعضا منها وضعفها آخرون وإن أجاز الأخذ بها في فضائل الأعمال ومنها حديث رواه أحمد والطبراني إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من شعر غنم بني كلب وهي قبيلة فيها غنم كثير وقال الترمذي إن البخاري ضعف هذا الحديث ومنها حديث عائشة رضي الله عنها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فصلى وأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجعت فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال يا عائشة أو يا حميراء ظننت أن النبي قد خاس بك أي لم يعطيك حقك قلت لا والله يا رسول الله ولكن ظننت أنك قد قبضت لطول سجودك فقال أتدرين أي ليلة هذه قلت الله ورسوله أعلم قال هذه ليلة النصف من شعبان إن الله عز وجل يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم طواه البيهقي من طريق العلاء بن الحارف عنها وقال هذا مرسل جيد وروا ابن ماجه في سننه بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر بهذه الأحاديث وغيرها يمكن أن يقال إن لليلة النصف من شعبان فضلا وليس هناك نص يمنع ذلك فشهر شعبان له فضله روى النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال لك شهر تغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم